الواضح كده ان الايام دي يعني ايه احداث غريبة وللأسف للأسف احنا في استمرار لمسلسل سوق الادارة في الكرة والوسط الرياضي تحديدا كرة مصرية يعني قرارات كلها غريبة مفيش لها اي معايير واضحة يعني في الحقيقة كلام كتير جدا مهم حنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي يعني بصراحة امبراح طبعا تلعت قرارات لجنة انضباط تلعت 19 بالليل كده بعد ما الناس تنام يعني عشان ايه الدنيا تهدأ يعني دين تبقى هادية كده فنطلع على القرارات الساعة 12-12 بالليل كده يكون الناس ناميت ومفيش اي ردود افعال سريعة وكلام من دي القرارات غريبة اه احنا مع العقوبات مع ان يبقى فيه قرارات فيها عقوبات وكلام من ده لكن لازم انت بتدي عقوبات او بتدي قرارات معينة ما تعملش توازونات خصوصا ان حتى التوازونات معرفوش يعملوها فانا عايز اتكلم بالتفاصيل ما حركه بخصوص القرارات بس في الاول في الاول انا عايز اسأل سؤال السؤال واضح هل فيه ليحة في الدنيا في كل الاتحادات في كل الاتحادات في الدنيا بتقول ان فيه عقوبة اسمها اقاف اللاعب لنهاية الموسم هل ده موجود طب انه موسم طب هو موسم بيخلص امتى ده الموسم اللي فات اللي فات هنا في مصر لسه خلصان اول مبارحة يوم عشرين بمطش السوبر هو ده الموسم هل احنا عندنا مواعيد واضحة للموسم ينتهي امتى؟ على اللي عرف انه ممكن اقاف شهر شهرين ثلاثة ستة الكلام من ده لكن موضوع نهاية الموسم ده حاجة غريبة حاجة جديدة بصراحة وحاولت راجع الوايح كتير مفيش اي لايحة بتقول ان فيه حاجة اسمها لنهاية الموسم يعني وخصوص ان احنا عندنا الموسم بتخش في بعضها كل الموسم كده الموسم ممكن تلعب موسم جديد والموسم القديم لسه واخلص فا ايه المنطق في كده؟ الجزء الثاني اللازم جمهور النادي الاهلي يكون واعي ليها بشكل كبير قوي ان انت دلوقتي بيتم دفعك بيتم دفعك للانسحاب من بطولة الدوري هي الناس عايزة كده لازم تواخدين بلكم كجمهور النادي الاهلي وانا عارف ان الجمهور النادي الاهلي واعي جدا للجزئية دي احنا نزلق النادي الاهلي في بعض القرارات عشان النادي الاهلي يطلع بقرار ربع ايه انسحاب ليه؟ لان النادي الاهلي متصدر بطولة الدوري يفرق كبير من النقاط وهو الاقرب لحسم البطولة وده امر واقع فاحنا لازم بناخد بالنا من حتة دي اش عايزين احنا بانفعالاتنا بديئتنا على القرارات وعلى النادينا وده امر طبيعي جدا ان احنا ندفع مجلس ادارة النادي الاهلي او ان احنا نضغط بشكل او باخر بخصوص انسحاب الاهلي من الدوري وكلام النادي الكلام اوش يحصل الكلام ده صعب يحصل فدي جزئية ايضا غاية في الاهمية تعالي بقى ايه لحيثيات القرارات لان الحيثيات كلها في الحقيقة كلها ايه متنقدة غريبة جدا يعني فياريت يا بيه وتعرضها لي جنبي هنا على الشاشة لان في الاول بيقول لك ايه الكرارات طبعا مش عايدة على حركة وعارفينها يعني حركة خلاص تبعتوها وقريتوها كتير وعارفينها توجه بالنسبة طبعا اولا محمود عبدالمنعم قهرابة اللاعب النادي الاهلي توجه متعمدا نحو اللاعب عضالة جمعة ركز معايا وتعدى عليه بالضرب مما ادى الى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في احداث المباراة التي اظهرت الرياضة المصرية بالشكل يخالف السلوك الرياضي القويم والروح الرياضية يعني السبب في الازمة دي كلها مين؟ كهرابة دي الحيثيات اللي بتقول كده اللي خرجت من زاعة تقريبا وكمان عمل ايه؟ دفع الحاكم بعد قرار الترد متعمدة لاستمرار في سوق السلوك والاندفاع نحو لعيب الزمالك اثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب يعني كهرابة خط بعضه كده ولعيبة الزمالك بتحتفل مع جمهورها ركز مع جمهورها فهو من نفسه كده خط بعضه من نفسه يلا بقى تعالي انا اروح اضرب هو ده ده معنى الكلام كده تعالي بقى على طول خامسا انا عايز بقى اروح على عبدالله الجمعة قبل ثانيا وسالسا ورابعا في الحيثيات خامسا بقى قالك يا عبدالله الجمعة قالك توجه مسرعا عقب احراز هدف الفوز متعمدا الى جمهور الاهلي للاحتفال مما ايه اثاره هو اللي اثار جماهير الاهلي طب يا جماعة ما هنا فيه يعني فيه تضارب في الحيثيات يعني مين اللي ابتدى مين اللي اثار حدرك اولا جبتلي كهربة في الاول كده قلتلي كهربة هو اللي اثار وقلتلي في قرار كهربة ان كهربة راحة قاله عبدالله جمعة اللي هو في خامسا قالك ايه اثار جمهور الاهل يبقى مين اللي ابتدى مين اللي اشعل الازمة مين اللي استفز مين اللي دفع كهربة وبعض زملاء كهربة او اللي حصل يعني في الخناءة ان هم يروحوا يحشوا عبدالله جمعة يبعدو عن جمهور الاهل وده امر طبيعي مش طبيعي الضرب والكلام اللي نحن شفناه طبعا احنا كلها ضد الكلام ده عشان بممتكين مع بعض ومع حضراتكم لكن لما تيجي تسرد الأمور لا لازم تحط كل حاجة في وضعها الحقيقي فيما كانها الصحيح اللي ابتدى في جزئي تشيكابال اللي هو ايه رابعة في الحيثيات قالك قام بأفعال هاتهاليا بيه وعرضها للمشاهدين قام بأفعال وسلوك رياضي مشين يعني انت معترف هو سلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسيء لجمهير النادي المنافس تمام ردا على سباب وهتفات جمهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه ينهر بيض ينهر بيض يعني شكابال الأول راح احتفل مع جمهور الزمالك وبعد كده راح جمهور الأهلي في عز الاحتفالات دي شتم شكابال بعد كده راح شكابال واخب بعضه لما جمهور الأهلي شتمه راح عمل اللقطات المشينة دي احنا بقى تقريبا كنا نتفرج على مطش تاني تقريبا او كنا نتفرج على اللقطات تانية الموضوع غريب جدا يا جماعة الموضوع غريب طيب يقول لك أصلي ايه بخلاف بها الموجود في الحسيات ما هو سيميوني وكريستيان ورونالدو عملوا كده طيب لو حضرتك شايف ان العقوبة مش مش يعني كنا نستحيش العقوبة لا ما تعجبوش لو كريستيان ورونالدو وسيميوني عملوا اللقطة دي في مطش من المطشات قتلتكم مادريدو ويفينتوس وضع في الاعتبار فارق الثقافات وفارق العادات والتقاليد هنا وهنا تمام وشايف ان الامر طبيعي شايف ان الامر طبيعي ديها واحدة يا جماعة بعد ازنوك ديها واحدة هل انت شايف ان ده امر طبيعي انت لو ده امر طبيعي خالص بتعجبو لي ما تعجبوش لو ده امر طبيعي بدليل اللي عاق حصل من كريستيان ورونالدو وسيميوني لا ما تعجبوش بقى طب لو شايفين ده امر مشين زي ما انت قال كده في الحيثيات يبقى تمام مطشات ده كافية تمام مطشات كافية لأمر مشين زي ده هل ده منطق لا انا هقول له حراكو بقى الاصح ايه الاصح ان هي دعوة الواضح كده ان هي دعوة من المسئولين عن الكرة في مصر لكل اللاعبين تمام لما حد يجتمك في الملعب ما عنديش مشكلة روح عمل اللي عمله شكبالة حوقفك تمام مطشات بس حوقفك تمام مطشات بس ما عنديش مشكلة انت ايه كده بتدعي كل الناس يهم عاملوا كده خلاص الموضوع عادي اللي عمله شكبالة ده عادي تمام مطشات بس في المقابل الكهرباء اللي اترد ايقاف لاخر الموسم انهي منطج يا جماعة انهي حيادية في القرارات دي الموضوع فقل حدود في الحقيقة الواحد مش لايه حاجة تانية اقولها بصراحة احنا مكسوفين اولا مكسوفين اولا من من المنظر اللي احنا شوفناها بعد المطش كصورة للكرى المصرية لكن لازم انت بتيجي تعاقب تدور على التسبب في الازمات دي وفي المظهر السيئ ده والصورة اللي اتنقلت عن الكرى المصرية بالشكل ده اسرد المواضيع بترتيب لما هتسردها بترتيب الاحداث هتعرف مين المتسبب ده التعنت واصل لانه هو حطيلك اول حاجة في الحيثيات كهرباء ما حطش في الاعتبار مين اللي دفع كهرباء انه هو يصدر منه تصرف او شيء يعني او انه هو يروح يحش زميل طب لقاطات زي دي ده ايه يعني هزي امام رايح اهو واحد بلعب اوت راح ازقه اف الارض انا غريب كمان الحكم بالنسبالي بصراع في الحاجات دي يعني غريب جدا دي ايه مش اصارة للجماهير مش اصارة للعب كهرباء مش تعامد من حزب امام ايه ده يعني ايه لازمتها من حزب امام ده يعني حب نعب كورا لوقتي واحد لعب رامي التباس انت راح تزوقه ليه ايه الغلي ده كل ده عشان كهرباء راح الاهل يا جماعة طب ما هيه يا ما لعبها من الاهل راح تزمالك يا ما لعبها من الاهل راح تزمالك موضوع غريب جدا والامر بصراحة بقى صعب صعب للغاية مش عارفين الامور هتمشي بازاي لكن دايما لما يبقى فيه كرارات لازم ان انت تراعي تراعي مبدأ الحيادية ولما تيجي تحاول تعمل توزنات لو معرفتش تعملها يبقى تشوف من اللي يستحق انه هو يتعاقب الاول وتشوف من اللي يستحق اقصى عقوبة والاستحق اخف عقوبة طيب من ضمن طبعا الحيثيات كمان قال لك احمد زاهر اداري الزمالك ده عمل ايه دفع وليد سليمان لعب الاهل اردن اسناء قيام الاخير بفضل اشتباكات هو منع اللعب قهربة من الاستمرار في اعتداءاته يا راجل يعني هو الراجل ده راح منع بس كهربة ان هو يستمر في اعتداءاته يا جماعة بصوا السياغة بتاعت الحاجة كلها واضح ان المتعام المقصود كهربة وقال لك ايه اشتباكه من اللعب الاهل يتعدي بالضربة على كهربة الله هو كان بيمنع كهربة وقال لك كان بيدربه يعني هو فوق قال لك ايه هاتها تانية بيبو كده قام بدفع وليد سليمان لعب الاهل اردن تمام اسناء قيام الاخير بفضل اشتباكات ومنع اللعب بص بق منع اللعب كهربة من الاستمرار في الاعتداءات يبقى احمد زاهر ده منع كهربة في الاستمرار في الاعتداءات والسطر اللي بعديه اشتباكه مع اللعب الاهل والتعدي بالضرب على اول واحد كهربة يعني هو بيقولك هو منع كهربة وبعكية ضربه او منع كهربة وفي نفس الوقت ضرب كهربة ووليد سليمان وحسين الشيعة واحمد الشيخ اللعب الاهل مما سبب مزيدا من الاحتقال طب هل ده ما يستحقش الشطب اساسا خصوصا ان ده مش اول مرة منه اهو هو بيقولك مش اول مرة صبق معاقبته في مواقع او في واقع مماسلة في ذات الموسم الرياضي امام عشور اللي اتعرف يعني امام عشور ده اللي اتعرف بعد العقوبات دي الناس عارفت اسم امام عشور بعد ما بعد الاحداث يعني ما حاش كان عارف مين قيامه براكل وليد سليمان لعب الاهل بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه ارضا اثناء محاولته فضل الاشتباكات بين لعبي الفرقين ماشي ياسر ابراهيم واجاية لعب الاهل حوالي اثار اثارة جميل الزمالك بتصرفات واشارات تخالف الروح الرياضية بين شرق عقوبة عادية يعني هو معلوش عقوبات يعني هو انظار في المطش والاهل والزمالك بسبب ان المسئولين ما حاولوش يسيطروا على اللعبة في اثارة الجماهير وكلام انتهى عقوبات في الحقيقة غريبة جدا جدا من اتحاد المصر الكودكادم اللي لجد انتباط تحديدا طبعا في استقناف لكن في كل الاحوال واضح جدا واضح جدا الميول والانتباعات في العقوبات دي واضحة قوي يعني معرفتش اوقف كهرباء عن طريق الاتحاد الدولي او عن طريق اي امور اخرى خلاص انا جاتلي بفرصة ان انا وقف كهرباء بالمناسبة بالمناسبة والله يا جماعة احنا عناش مشكلة ان اللي غلي تتعاقب بس العقوبة كل عقوبة على قدها ما تجيش تعاقب لي كهرباء لاخر موسم ولاعب عمل فعل مشين تعاقبه تمام مطشاط